فهم خلفية وأهداف الاعتداء الذي نفذته إسرائيل ضد مقاومين من حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة لا يستقيم بمعزل عن مشهد الضعف الذي تشكل في الأيام التي سبقت الاعتداء شلل تام للحركة في كل المنطقة المتاخمة لقطاع غزة وحظر للتجوال وارتفاع صوت المستوطنين انتقادا للحكومة الإسرائيلية والمؤسسة العسكرية والأمنية إقرار واسع من سياسيين وخبراء ومعلقين بأن الجهاد الإسلامي ربحت المعركة على الردع وعلى الوعي من دون أن تطلق رصاصة واحدة تحذير من خطورة فرض معادلة جديدة من تشابك الساحات بين الضفة والقطاع هذه المرة معادلة من شأن نجاحها أن يوجه ضربة قاسية للردع المتآكل ويقيد يد إسرائيل ويشيع انطباعا سيئا جدا عنها بنظر حلفائها قبل أعدائها إسرائيل المقبلة على انتخابات عامة بعد أقل من ثلاثة أشهر والتوظيف الكبير لهذا الضعف الإسرائيلي في الانتخابات الداخلية بما يضعف أكثر رئيس الحكومة يائير لبيد ووزير الأمن بني جانس معطوفا على خشية رئيس الأركان أفيف كوخافي من المغادرة بعد أربعة أشهر على خلاف الصورة التي بثها عند تسلمه منصبة كلها عوامل حضرت بقوة لدى صناع القرار في إسرائيل لخوض الانتخابات بالدم ولا سيما أن استهداف الجهاد يحظى بإجماع في إسرائيل يدرك المسؤولون الإسرائيليون أن مغامرة غزة سيف ذو حدين وأن كل من دخلها لم يكن آمنا هذا الإدراك يفسر الهدف الموضعي المعلن للاعتداء أي إزالة التهديد والمجاهرة باستراتيجية عزل الجهاد وحص المواجهة معها والتقليصها إلى أقل فترة ممكنة غير أن السؤال الأكثر ترددا والأكثر إثارة للقلق في أروقة القرار في إسرائيل تحديدا ماذا لو لم يتطابق حساب الحقل مع حساب البيدر في غزة هذه المرة أيضا ماذا لو بقيت تهديد وطلت المواجهة وخرجت الجهاد الإسلامي منها أكثر قوة وأوسع تأييدا كما أثبتت تجارب الماضي ترجمة نانسي قنقر